قال الله تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم هذه آخر آية إن شاء الله نتطرق لها ثم بعد ذلك نلتفت إلى الإسلام الأخرى ما التأويل الصحيح لمعنى فاقتلوا أنفسكم فإن قيل معناه كما هو ظاهر بقتل أنفسهم كيف نرد على من يقول بأن ذلك يتعارض مع مبدأ حفظ النفس الذي هو من ضروريات الإسلام ذلك كان على جهة الحكم الخاص ببني إسرائيل في شريعة موسى عليه السلام في ذلك الوقت إثر تلك المواقف فاقتلوا أنفسكم أي فليقتل بعضكم بعضا إن أردتم حسن المتاب وصدقتم في توبتكم وفي زعمكم أنكم أصفياء لله تبارك وتعالى فلا ينبغي أيضا أن تجتزأ الأحكام الشرعية من ظرفها وواقعها وملابسات تشريعها فهو حكم خاص في شريعة موسى عليه السلام بنص هذه الآية الكريمة مع قومه للسياق الذي وردت فيه والله تعالى أعلم موسى